سلام المسيح وأهلا وسهلا بكم تحية عراقية تحية طيبة إليك وين ما بتكون أتمنى تكون بس خير وصحة وعافية والربي بارك فعلا حياتك ويومك هاليوم نريد نتأمل بشخص موجود في إنجيل لوقة القليل ما تكلم عنا الكتاب المقدس لكن نقدر نسمع ونتعلم أشياء فعلا بسيطة لكن مهمة من خلال حياته نفتح ويايا إنجيل لوقة إصحاح الثاني والعادة 29 والعادة 30 الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عيني قد أبصرتها خلاصك سمعان اسم الرجال رجل تقي فعلا يحب الله هو عجوز هو كبير بالسن كان عنده إيمان وثقة بكلام الرب وهو كان متأكد إن الرب رح يوفي بوعده إله الرب كان متكلم إله بالروح القدس وقعي الله إنه أنت مرح تموت قبل ما تشوف مسيح الرب المخلص إذا نرجع بنفس الإصحاح والعادة 26 مكتوب وكان قد أوحي إليه بالروح القدس إنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب كليةنا صعب علينا الانتظار لكن سمعان كان متأكد إنه وعد الرب حقيقي وهو ما رح يعيش إلى أن يوفي الرب بوعده إله تصوروا إياي أنه أقارب وأصدقاء سمعان اللي بعمره بدأوا يفارقون الحياة بدأوا يموتون والناس متوقع إنه الدور على سمعان لكن سمعان كان يقول دائما أنه لا دوري بعد ما إجا لأن الرب وعدني أنه ما رح أموت قبل ما أشوف المخلص وعد الرب عادل وأمين وعوده في الكتاب المقدس كلها حقيقية وهو فعلا رح يوفي بكل كلمة وعدها إلنا الكنيسة منتظرة تتميم وعد الرب برجوع المسيح ويأخذ الكنيسة يأخذ المؤمنين أنا معرف أنت أو أنت شنو وضعك هاليوم هل أنت من ضمن كنيسة المسيح هل أنت من ضمن المجموع اللي رح يأخذها المسيح هل أنت مؤمن بالمسيح لا تلوم الرب وبوقتها إنه أنت ما كانت تعرف هل يوم أوكيد التسامع القصة أو الخلاص وحياة المسيح هو الخلاص اللي عملها من أجلك قبل وهل يوم همينا دي تسمع هذا الموضوع هل يوم عندك الفرصة هل يوم عندك فرصة تقبل المسيح مخلص شخصي على حياتك وتبدي تفحص وتدرس وعود الله اللي موجودة في كلمته خلينا نصلي ونبارك هذا اليوم اللي رب نطينا إياه يا بان السماء بنشكرك من أجل كلمتك بنشكرك من أجل وعودك بنشكرك يا رب لأن أنت لست بإنسانه حتى تكذب حاش يا رب أنت هو الله خالق السماء والأرض وكلمتك هي الحق هو وعودك اللي راح تصير يا رب هاليوم أريد فعلا أصلي وأقبلك مخلص شخصي على حياتي يا رب وتمسك بوعودك اللي أنت ضمنتها إلي أنه راح يكون عندي الحياة الأبدية نطين يا رب أن أختبر فعلا علاقتي معاك قبل ما أموت باسم المسيح يسوع وصلي آمين آمين الرب يباركك وتمسك بعود الرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر